السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد في قناة العميل معرف الكذيب اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أسرار رسم مناطق العرض والطلب أو ما يسمى بـ Supply and Demand هنا سنتحدث عن كيف يمكن للمتداول البسيط أن يثقن رسم مناطق العرض والطلب بأبسط الطرق بالتالي سأشارك معكم أصدقائي بعض الأسرار المهمة جدا التي ستفيدكم إن استعملتم هذه التقنية والتي هي مناطق العرض أو الطلب أو ما يسمى بـ Supply and Demand Zone ولكن قبل ذلك أصدقائي أريدكم أولا أن تشتركوا في قناة تليجرام الجديدة وصلنا إلى 425 سبسكرايبر لازلت أنتظر أن أصل إلى 500 سبسكرايبر للبدء في وضع تحليلات أسبوعية لكل الأسواق باستعمال جميع التقنيات وايكوف تحليل الموجي مناطق العرض والطلب إلى غير ذلك كذلك سنحتاج في هذه التقنية إلى أن نحمل من الموقع بـ ProWaveTrader.com سنحتاج أن نحمل كتاب الدليل الأساسي للشموع الياباني المتدئين فقط نضغط على إبدأ الآن مجانا دائما لك الخاص هنا في هذه المنطقة وسأرسل لك الكتاب مجانا إذن لنبدأ درسنا على بركة الله طيب هنا على ماذا سأبحث في مناطق يعني لكي أرسم مناطق العرض أو الطلاب أو مهياتي الأسرار التي سنشاركها مع بعض طيب أولا يجب معرفة أنه مناطق العرض تكون يعني مناطق العرض إذا رسمنا على هذا الشكل نسميها منطقة العرض تكون دائما في الأعلى يعني تكون دائما في أعلى الرسم البياني تذكروا هذا الشرط أصدقاء يعني منطقة العرض أو سبلاي لنرمز إليها بحرف S سبلاي منطقة العرض تكون دائما في الأعلى هي المناطق التي تكون في الأعلى على الرسم البياني أوكي وستلاحظون أن هناك خطان خط علوي وخط سفلي خط علوي وخط سفلي الخط العلوي يسمى distal line distal line والخط السفلي يسمى proximal line الخط العلوي يسمى distal line والخط السفلي يسمى proximal line ودائما ال distal line لا يجب لمسه لا يجب تحريكه لأنه فوقه يكون وقف الخسارة نضع وقف خسارتنا بالتالي ال distal line إذا كنا في منطقة عرض لا نقوم بتحريكه إذا وضعناه في هذه المنطقة يبقى في هذه المنطقة لأنه إذا حركناها سنقوم بتكبيري وقف الخسارة وبالتالي هذا منافي لمبادئ تسيير المحفظة المالية بالنسبة لمنطقة الطلب أو demand zone الطلب منطقة الطلب كذلك نرمز له بحرف D لأن demand باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية demand 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 هنا تكون دائما في الأسفل تذكروا أصدقائي دائما منطقة الطلب تكون دائما في الأسفل يعني عندما يكون الاتجاو هابطا هنا supply عندما يكون الاتجاو ساعدا يعني السعر ساعد هذه المناطق تسمى بمناطق العرض والطلب يعني عندما يكون الاتجاو هابط هذه المناطق التي تكون هنا وسنعرف كيف نقوم بتحديدها تسمى بمناطق الطلب كذلك في هذه المناطق لدينا خط علوي وخط سفلي الخط السفلي هذا يسمى بالdistal line يعني عكس هذا عكس العرض distal line والخط العلوي يسمى بالproximal line distal line لا يجب تحريكه لأنه إذا حركناه لأنه هنا نضع وقف خسارة أسفلها إذا حركناه سنقوم بتكبير وقف خسارتنا أي stop loss وهنا هذا مناف لمبادئ تسيير المحفظة المالية لذلك أصدقائي عندما نضع ال distal line وسأعطيكم شروط لا يجب تحريكه طيب ماذا يقصدون بمنطقة العرض ومنطقة الطلب أصدقائي بعد قلنا قلنا أن منطقة العرض تكون دائما في الأعلى منطقة العرض تكون دائما في الأعلى ومنطقة الطلب تكون دائما في الأسفل ما الذي يقع في هذه المنطقة؟ عندما تكون مؤسسة كبيرة كأبنك أو المؤسسات أو الماركت ميكر المؤسسات التي تتحكم في السوق عندما تشتري يسعد السعر بقوة وعندما تحاول البيع في هذه المنطقة تبيع هنا تبدأ بالتخلص من الأسهم التي اشترهت أو من العملات التي اشترت وهنا هذه المنطقة سوف يحدث فيها يعني تغير في الاتجاه وسينزل السعر بقوة هذه المنطقة تسمى منطقة عرض لذلك تسمى منطقة عرض يعني أن تلك المؤسسات تقوم بالتخلص من تلك الأسهم التي اشترت أي تعرضوا أسهمها للبيع تبيعوا أسهمها تبيعوا أزواج العملات التي اشترت بالعكس في هذه المنطقة تقوم هذه المنطقة هناك هذه المنطقة فيها طلب يعني أن هنا في هذه المنطقة تبدأ تلك المؤسسات الكبرى بالشراء تبدأ بالشراء بقوة في هذه المنطقة مما سيؤدي إلى صعود السعر بقوة تلاحظون بالتالي إذا عرفنا أن هذه منطقة طلب نحن دائما نريد أن ندخلها مع المؤسسات الكبرى بالتالي سنحاول الشراء في هذه المنطقة وإذا عرفنا أن هذه المنطقة هي منطقة عرض يعني أن المؤسسة الكبرى ستتخلص من أسهمها ستتخلص من كل العملات التي لديها مثلاً إذا كنت مشترياً سأبيع إذا كنت مشترياً لأسهمين أو مشترياً لعملات سأبيع أو لمواد أولية أو أي شيء سأبيع سأبيع لأن أنا أريد أن أتداول مع الأبناء مع المؤسسة الكبرى مع صناء السوق مع الماركت ميكور إذن هذا هو الكونسبت هذا هو مبدأ العرض والطلب بكل بساطة طيب هنا كيف سأقوم برسم مناطق العرض والطلب بطريقة سهلة بسيطة يعني المتداول المبتدئ يستطيع فهمها والمتداول المحترف كذلك يستطيع فهمها هنا لنرى بعض الأمثلة لننتقل إلى الشرط لنرى بعض الأمثلة فيما يخص كيفية رسم مناطق العرض والطلب إذن هنا لدي مثلاً اخترت زوج الباونت شيف هذا اخترته بطريقة اعتباطية أول شيء لاحظوا معي أريد أن أرسم مناطق العرض والطلب أنا أحب رسم مناطق العرض والطلب في الماونتلي تايم فريم أي في النتاق الزمني الشهري في الويكلي تايم فريم في النتاق الزمني الأسبوعي وفي اليومي في فريم اليومي فقط لا أحب أن أرسم مناطق العرض والطلب في الأربع ساعات وفي الساعة وفي الخمسة عشر دقيقة لا أنا أحب أن أرسم مناطق العرض والطلب في فريمات يعني الماونتلي الويكلي والديلي طيب نبدأ بفريم الماونتلي ماذا أريد أن أرى أريد أن أرى حركة قوية يعني انفجارا سعريا يعني أريد أن أرى حركة قوية سواء انساعدة أو هابطة ثم بعد ذلك سوف أبحث عن شموع مؤسساتية شموع تقول لي بأن هناك مؤسسة هي التي قامت بإنزال السعر بقوة هي التي قامت بإنزال السعر بقوة وعادة ما الذي تقوم به المؤسسات تقوم أولا مثلا إذا أرادت أن تقوم بإسعاد السعر يعني بجعله قويا تقوم أولا بالبيع تقوم بالبيع لكي يعني توهمك بأن السعر سينزل تضريب وقف خسارتك ثم بعد ذلك تبدأ بالشراء بقوة 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 أصدقائي حتى يسعاد السعر أوكي هنا في تلك المنطقة نعرف أن هذه شمعة مؤسستية وهذه قد تكون منطقة إذا كان السعر سعى أيضا هذه منطقة كما قلنا منطقة طلب وإذا هابطت السعر فتلك كانت منطقة عر طيب لنرى كيف سنحديد ذلك طيب أريد أن أرى حركة انفجارية لاحظوا هذه الحركة هي حركة انفجارية حركة قوية حركة قوية أوكي إذن أين هي الشمعة التي سأعتمد عليها لرسم منطقة لأن السعر نزل إذن هذه منطقة عرض منطقة عرض أين هي الشمعة التي سأرسم فيها منطقة العرض لاحظوا معي إذا كنت بتكبير بعض الشيء أنا سأبدأ فقط من المنطقة تلاحظون هذه الشمعة هاته الشمعة تلاحظون هذه الزرقة اشترأت لمؤسسات تلاحظون تم شراء 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 وبعد ذلك بوم ونزل السعر بقوة إذن تم إيهامك بأن السعر بأن السوق سيصعد يعني إذا كنا في هذه المنطقة الكل سيتوقع بأن السعر ساعد لماذا؟ لأنه لدينا هنا سابورت لدينا هنا دعم في هذه المنطقة تلاحظون في هذه المنطقة دعم وكانت لدينا هذا الشمعة التي تقوى بأن السعر ساعد ثم رجعت إلى هنا عادة اختبار وهنا بظهور هذه الشمعة الزرقاء نقول بوم السعر سيسعدين نقوم بالدخول في الشرع وما الذي حدث بوم نزل السعر تلاحظون إذن هذه الشمعة مؤسساتية إذن هنا سأرسم منطقة بالنسبة لي ولكن سأخذ هذه الشمعة فقط من ديولها إلى وجسمها هكذا هذه بالنسبة لي هي منطقة ماذا؟ هي منطقة عرض بمعنى أننا نحن في أعلى السعر بما أن السعر بعدها نزل بقوة إذن هذه بالنسبة لي هي منطقة سبلاي هنا باعت هذه المؤسسة كل ما لديها إذا كان هذه زوج عملات إذن هذه منطقة قوية وقوية جدا إذن إذا عاد إليها السعر أستطيع البيع من هذه المنطقة لأن تلك المؤسسة ربما تكون ما زالت موجودة في هذه المنطقة هذا هو أهمية العرض والطلب إذن أنا رسمت أول منطقة لاحظوا معي كذلك أريد أن أحد حركة انفجارية أخرى لاحظوا هذه الحركة هاليا انفجارية نعم قوة يعني موجة دافعة هنا إذن تلاحظون هذه الشمعة الزرقاء أوهمتنا لاحظوا هنا أوهمتنا بأن السعر سيسعد تلاحظون أوهمتنا بأن السعر سيسعد ثم بعد ذلك بوم ولاحظوا جاءت بعد هذه الشمعة تلاحظون إذا كنتم تستعملون الشموع اليابانية لاحظوا هذا النموذج فهو مترقة نموذج المترقة وما الذي وقع نزل السعر بقوة تلاحظون إذن هذه كذلك منطقة قوية هذه الشمعة مؤسستية إذن سأضع كذلك منطقة هنا وهي منطقة ماذا منطقة نعم منطقة عرض منطقة عرض لأنه بعدها نزل السعر بقوة إذن هنا باعت باعت هذه المؤسسة الكبيرة باعت باعت مثلا إذا كانت تأتي أسهم أسهمها وبما أننا نحن في الباونتشيف إذن باعت العملة أوكي طيب يعني إذا رجع السعر إلى هذه المنطقة نستطيع البيع أو إذا قمنا بالشراء نستطيع الشراء إلى هذه المنطقة أوكي إذا كنا قد اشترينا مثلا نخرج من هذه المنطقة لأنها منطقة خطيرة سيرتد من هذه السعر طيب لاحظوا ما أي كذلك منطقة مهمة ومهمة جدا لاحظوا في هذه المنطقة كذلك لاحظوا لدينا يعني منطقة قد سيأتي إلى هذه السعر المستقبل لاحظوا هذه المنطقة هنا ما بين هذه الشمعة وهذه الشمعة هذا المكان لم يتم ملؤه بالسعر لم تأتي إليه شمعة ولمستها إذن هذا المكان يسمى مكان عدم توازن مكان بالتالي هذه المنطقة كذلك يمكن أن تكون منطقة يرجع من هذه السعر لأن منطقة إيمبالنس لا بد أن يأتي السعر ويلمسها على الأقل 50% فيها ضروري أن يأتي السعر لها المنطقة بتالي هذه المنطقة كذلك سنقوم بتلوينها ونعطيها لونا مثلا هكذا هذه الخطوط بها تلون لأنها مناطق مهمة ومهمة جدا وهناك فرق بين الدعم والمقاومة ومناطق العدوى الطلب هنا مناطق العدوى الطلب تتواجد بها مؤسسة كبرى أما مناطق الدعم والمقاومة فهي مناطق يرتد من السعر لمرة أو مرتين ليست مناطق يتتواجد فيها المؤسسات أوكي طيب لنبحث كذلك عن شموع مؤسسات جا في فريم الشهري اللي نرى أين هي مثلا أين هو أريد حركة انفجارية قوية في فريم المونتلي لاحظوا هذه المنطقة كذلك الآن أصبحنا نعرف أين نضع المناطق المهمة تلاحظون هذه المنطقة مهمة كذلك هي منطقة العرض لأنها بعدها حدث حركة انفجارية تلاحظون ولدينا إيمبالنس تلاحظوا هذه المنطقة لدينا إيمبالنس هنا لم يتم لمس هذه المنطقة تلاحظون هناك فرق في هذه المنطقة إذا سأقوم بتكبير هذه المنطقة هكذا لأن بها إيمبالنس تلاحظون بها إيمبالنس بها عدم توازن بالتالي قد يأتي السعر فقط إلى هذه المنطقة ويرجع قبل أن يلمس هذه المنطقة إذا المثبت لنا هذه منطقة مهمة ومهمة جدا يجب أن أحذر فيها يجب أن أحذر فيها هل تجيب في هذه المنطقة أي شيء؟ نعم لاحظوا هذه المنطقة هي كذلك منطقة مهمة تلاحظون هذه المنطقة هي منطقة مهمة ولاحظوا جاء إليها السعر بمت مرتد بقوة ورجع السعر بقوة إلى هذه المنطقة تلاحظون لاحظوا كذلك هنا رجع السعر بقوة ثم عاد تلاحظون إذن هذه هي مناطق في فريم الماونتلي كذلك توجد هذه المنطقة تلاحظون نتيجة شمعة هي منطقة هي شمعة مؤسساتية ولكن أظن أنه تم تجاوزها من هذه الشمعة الأخيرة لا يمكن استعمالها كشمعة مؤسساتية لأنه تم تجاوزها بالكامل ليست بشمعة أرى هل تم تجاوزها أم فقط وصلت إلى الرأس نعم تم تجاوزها ليست بشمعة مؤسساتية لأنه تم تجاوزها بالكامل عندما عاد السير إليها ليس في هذه المنطقة عندما عاد السير إليها تلاحظون طيب الآن نحن حددنا مناطق العرض مناطق العرض لأنه السعر هابط لأن الاتجاه هابط ليست لدينا مناطق مناطق طالب تلاحظون هنا لدينا فقط مناطق عرض مناطق يتم منها البيع في هذه المنطقة أنا أتحدد فقط عن هذه المنطقة إذن حددنا مناطق العرض تلاحظون لدينا مناطق عرض وحددنا مناطق عدم التوازن أو الإمبالنس طيب لنرى على الفريم الأسبوعي هل لدينا مناطق أخرى لكي نرى فقط المناطق القريبة لا نريد الذهاب بعيدا طيب لاحظوا معي هنا طيب أين هي المناطق التي فيها حركة انفجارية أو حركة قوية دائما نبحث عن حركة قوية التي ستعطينا معلومات هل هناك أي شيء هناك حركة قوية هنا تلاحظون هذه الشموع هنا هذه المنطقة إذن هذه المنطقة قد يكون فيها شمعة مؤسساتي اللي نرى لاحظوا لاحظوا هذه الشمعة الزرقاء تلاحظون أوهمتنا بأن السعر سيسعت ومعد ذلك بوم إذن هذه المنطقة مهمة ومهمة جداً الزقائي سندعو هكذا ولاحظوا لاحظوا هناك إمبالنس لاحظوا هذه المنطقة لم يصل إليها السعر تلاحظون هذه المنطقة كلها منطقة إمبالنس منطقة إمبالنس منطقة عدم توازن سيأتي إليها البوند شيف على الأقل إلى خمسين بالمئة منها على الأقل هنا تلاحظون على الأقل في هذه المنطقة سيأتي إليها السعر إذا كان هناك تيداد وهذه المنطقة قوية جداً قد يرتد منها السعر بالتالي أنا منطقتي التي سأكون يعني سأقوم بهذه المنطقة ولكن بما أنها لديها عدم توازن بالتالي سأوسع على المنطقة على المنطقة كلها أصبحت بالنسبة للمنطقة يجب الحذر منها خصوصا خصوصا إذا قمنا بهكذا إذا فقط نضع 50% من هذه المنطقة يعني هنا خصوصا 50% بالتالي أنا بالنسبة لكل هذه المنطقة هي منطقة مهمة جدا منطقة يجب الحذر فيها ولنضع لونا آخر لأن هذه أسبوعية ليست ليست شهرية إذا نقوم بتروينها بلون مثلا هكذا حتى نعرف الفرق نفرق بينها تلاحظون إذا الآن حددت منطقة قد يرتد من السعر حددت منطقة إذا سعد البونتشيف إلى هنا قد يرتد من أي منطقة هنا قد يرتد من هذه المنطقة قد يسعد قليلا ويرتد من هذه المنطقة ولكن لن يتجاوز لن يتجاوز هذا الخط الأسود وسيعود لن يتجاوز قد يعود فقط إلى هذه المنطقة أو ربما يعود يكمل الاتجاه طيب جيد الآن هل لدي أي جمع أخرى؟ لاحظوا كانت لدي أن أتيج ley الشمع تلاحظون كانت لدي أن يأتيج ley الشمع المؤسساتية تلاحظون عاد إليها السعر لنرى هل عاد إليها السعر لأنه هنا يتضح لي أنه كذلك هنا في هذه المنطقة هناك إمبالنس لنرى هل لمسأ السعر لم يلمسأ تلاحظون هناك كذلك هذه المنطقة مهمة جدا منطقة عدم توزن في فريم الأسبوعي قد يرجع إليه السعر كذلك في المستقبل يعني ليس بالضرورة الآن ولكن في المستقبل تلاحظون قد يرجع إليه السعر هاتي منطقة مهمة كذلك يجب الحضر منها يعني لدينا هذا المنطقة كلها هذا المنطقة كلها هي منطقة كذلك مهمة تلاحظون حتى لهذه المنطقة إذن هاتي على فريم الأسبوعي كذلك منطقة مهمة كذلك يجب الحضر منها أصدقائي طيب هاتي منطقة عرض كذلك منطقة عرض الآن حددنا في فريم الأسبوعي كذلك مناطق عرض هنا هاتي كذلك منطقة عرض لاحظوا هاتي الشمعة هاتي الشمعة تلاحظون سعد السعر ضربت ستوبات ثم بعد ذلك بوم تلاحظون كمية قوية ولاحظوا عندما جاء السعر إليها ما الذي وقعه ارتد ارتد بقوة تلاحظون هاتي كذلك منطقة وبمعنى تتزامن مع هذه المناطق يعني نعرف أن هذه المناطق مناطق قوية وبها مؤسسات تقوم بتحريك السوق بالتالي هذه المنطقة كذلك منطقة مهمة تلاحظون تزامنت مع هذه المنطقة كلها بالتالي هذه المنطقة منطقة مهمة ولكن بما أنها تم إلغاؤها لأنها عادة السعر إليها خلاص نحتسبو فقط هذه الأخيرة طيب فريم اليوم لنرى ها لدينا أي شيء في فريم اليوم لاحظوا في فريم اليوم لاحظوا أصدقائي لاحظوا آتي الشمعة تراحظون آتي الشمعة لاحظوا بعدها ما الذي وقع بوم نزل السعبق وإذن آتيه منطقة آتي الشمعة آتي الشمعة هي كذلك منطقة مهمة جاءت وسط منطقة فريم الأسبوعي جاءت وسط منطقة الفريم الأسبوعي بالتالي هذه المنطقة هي منطقة منطقة عرض كذلك منطقة عرض لنقوم بوضعها بلون آخر مثلا الأصفر هكذا حتى تتضح لنا ولنضعها بلون أزرق هكذا لكي تظهر لنا وسط تلك المنطقة إذن هذه منطقة مهمة كذلك منطقة مهمة جدا هل لدي إيم بالنس في تلك المنطقة؟ هل لدي عدم توازن في تلك المنطقة؟ لاحظوا هنا لم يتم لمس هذه المنطقة لاحظوا هذه المنطقة ليس هناك لمس لأتي المنطقة بالتالي هناك إيم بالنس بعدما تم تكسر أتي الشمع إذن سأقوم بتكبير أتي المنطقة وستصبحوا إلى هذه المنطقة إلى هنا يعني في أي مكان هنا قد يرتد السعر في أي مكان هنا قد يرتد السعر تلاحظون أسبوعي تزامن كنفلونس تسمى بالكنفلونس معادي يومي يعني هذه المنطقة تزامنت كون شمع مؤسستي هنا وكذلك شمعة مؤسساتية في فريم الأسبوعي زائد يعني سيصل السعر لهذه المنطقة لا محالة طيب لاحظوا معي كذلك لاحظوا هنا هاته الشمعة أليست بشمعة مؤسساتية لأنه بعدها ما الذي وقع بوم نزل السعر بقوة يعني هنا هاته كذلك هي شمعة مؤسساتية لنضعها كذلك بهذه الطريقة وهاته كذلك منطقة عرض ولاحظوا بالفعل فهي المنطقة عرض لأن لاحظوا كم من المرات تم ارتد السعر ارتد السعر منها لاحظوا كم من المرات تم ارتد السعر منها ثلاث مرات قريبا تلاحظوا جاء السعر لهذه المنطقة ثم ارتد ثم رجع ثم ارتد من هذه المنطقة نفسها ثم رجع ثم ارتد من هذه المنطقة نفسها تلاحظون ثلاث مرات بالتالي أتوقع أنه هنا في هذه المرة سيسعد السعر إلى هذه المنطقة سيسعد السعر إلى هذه المنطقة تلاحظون لأنه ارتد تلات مرات لا أظن أنه سيرتد للمرة الآن لا أظن أنه سيرتد خصوصاً أنه لاحظوا عندما يرتد عندما يرتد لاحظوا المرة الأولى ارتد إلى هذه المنطقة ثم عاد ثم ارتد أقوى ثم عاد ثم ارتد أقوى ثم عاد ولكن هذه المرة لاحظوا لم يرتد أقوى لاحظوا لم يكن قوياً بالتالي ولاحظوا أتي الشمعة القوية وأنا في هذه الصفقة شراء أنا اشتريت في هذه الصفقة وهدفي موجود في هذه المناطق هنا ما بين هنا وهنا هذا هو الهدف الموجود تلاحظون هذه منطقته لأن هناك كذلك هنا يوجد imbalance في هذه المنطقة تلاحظون لم يتم لمسه اوكي اذا حددنا مناطق يعني هنا اتجاون هابط حددنا مناطق العرض لأن اتجاون هابط ليس هناك اتجاون ساعد كذلك هنا لنرى هالذين منطقة مثلا عرض منطقة الطلب يعني منطقة التي يوجد هنا ليس لدينا اي منطقة اذا هنا لنكتفي بهذا القدر فيما يخص مثلا هاد الذين اتجاون هابط تلاحظون كيف ان نحدد مناطق اذا حددنا مناطق العرض بطريقة احترافية سالة بسيطة ابتداء من الماونت لتايم فريم يعني من فريم اليومي فريم الشهري ثم فريم أسبوعي ثم فريم اليومي وهذه المناطق مهمة ومهمة جدا وتخول لي الابتعاد هنا اللي كنا قد اقتربنا منها نبتعد عنها نبتعد عن هذه المناطق حتى يصل إلى السعر ونتداول منها باستعمال لمادي الشموع اليابانية مثلا هنا مثلا لنفترض أنه سيأتي السعر إلى هذه المنطقة مثلا نفترض أنه السعر هذه المنطقة أعرف أنه خلاص لن يرتد منها السعر بالتالي إذا جاء السعر إلى هذه المنطقة هنا وأعطاني نموذجا من المادي الشموع اليابانية سأبيع إلى أين سأبيع؟ سأبيعوا إلى هذه المنطقة إلى هنا لأنها ستصبح منطقة طلب ربما قد تصبح منطقة طلب بالتالي يجب الحذر منها إذن هكذا يمكننا تدول بطريقة سألة احترافية مناطق العرض والطلب لنرى مثلا آخر لنذهب مثلا إلى اليورد لنختار الأسهم نختار الأسهم مثلا في الأسهم حتى نستعمل كل مثلا نختار أي فيسبوك مثلا جيد لدينا نتجاه نساعد طيب لنرى كيف نبدأ من فريم المونتلي من فريم الشهري نبدأ من فريم الشهري والنرى لاحظوا هنا أين هي أريد أن أحدد أولا يعني الحركات القوية الحركات القوية أول حركة كانت هنا تلاحظون هذه الحركة القوية إذن هذه الشمعة الأخيرة التي هي شمعة تبيع قبل الشراء هذه منطقة قوية هذه منطقة طلب هذه منطقة طلب الآن نضع بلون منطقة طلب منطقة أخرى منطقة طلبية تلاحظون بعدها بوم سعد السعر بالقوة هنا نأخذ كل الشامع بديلها منطقة طلبة منطقة قوية تلاحظون منطقة قوية هكذا وقد عاد إليها لاحظوا عاد إليها السعر بعد ذلك سعد ثم عاد الطلبة منها ثم سعد أين هي منطقة أخرى أريد دائما أن أحدد الحركات القوية لاحظوا هاتي الحركة القوية تلاحظون هاتي الحركة قوية بتلاتي كذلك منطقة مهمة جدا وسيرتد منها السعر غالبا ولاحظون نعم ارتد منها السعر تلاحظون ارتد منها السعر بقوة لاحظوا كيف ارتد منها السعر بقوة أصدقائي كذلك أصبحت هذه منطقة طلب لأنه سعد السعر بقوة وسيرتد منها السعر كذلك ولاحظوا ما الذي وقع ارتد منها السعر كذلك ارتد منها السعر جاء السعر لياتهم وما الذي وقع بوم سعد السعر بقوة الآن هذه كذلك بمعنى هذه حركة قوية سيرتد من السعر أظن إذن هذه ستصبح منطقة طلب يعني هنا تتمركز تلك المؤسسات الكبرى هنا تتمركز تلك المؤسسات الكبرى التي تقوم بتحريك السوق بطريقة قوية تلاحظون يعني هم يشترون يبيعون يشترون يبيعون يشترون ولكن هذه المناطق التي يشترون منها تلاحظون هذه مناطق عرض أو مناطق طلب يعني هناك طلب على هذا إذن حددنا مناطق طلب في الفيسبوك على فريم المونتلي نذهب إلى فريم الأسبوعي أين هي مناطق طلب في فريم الأسبوعي نبدأ فقط من هذه المنطقة هنا هناك مناطق طلب في فريم الأسبوعي لاحظوا أين هي الحركات القوية أين هي الحركات القوية لاحظوا هنا أصدقائي لاحظوا في هذه المنطقة هنا فقط أريد قلما يعني أريد منطقة يكون فيها صعود قوي لاحظوا هذه المنطقة هنا كان صعودا قويا تلاحظون على فرم المسبوع إذن هذه منطقة مهمة ولاحظوا لدي إمبالنس هنا لاحظوا هذه المنطقة لم يتم لمسها هذه المنطقة إذا جئت بأسفل لاحظوا هذه المنطقة لم يتم لمسها ما بين هذه المنطقة وما بين هذه الشمعة إذن هذه كلها منطقة منطقة عدم توازن يجب أن يدخل فيها السعر يجب أن يتيها إلى نصفها السعر يجب أن يتم لمسها ولنا رأينا تم لمسها تلاحظون جاء السعر ولمسها وتزامنت مع تلك الشمعة المؤسساتية هذه الشمعة تلاحظون التي كانت في فرم المونتلي وهي كذلك في المسبوع تلاحظون هذه الشمعة بعدها بوم سعد السعر بقوة هاتي الشمعة إذن تلاحظون تزامنت مع بعض هكذا تلاحظون بالتالي هاتي منطقة قوية وهذا الشيء الذي وقعه سعد السعر بقوة لاحظوا كذلك هنا هاتي الشمعة هي شمعة مؤسساتية كذلك لأن بعدها سعد السعر بقوة هنا إذن هاتي كذلك يمكن أن تكون منطقة الأفريم الأسبوعي منطقة ارتداد سأخذوا كل الشمعة من هنا إلى هنا وهل ارتد منها السعر ينضع بلولين آخر مثلا هكذا هل ارتد منها السعر نعم جاء السعر إليهاتهم بوم سعد بقوة تلاحظون يعني دائما تلك المنطقة نأخذوا فقط الارتداد الارتداد معه لاحظوا أعطانا هامر مطرقة وسعد السعر أعطانا نموذجا هنا في هذه المنطقة وسعد السعر تلاحظون يعني في فريم في فريم الويكلي هذه منطقة مهمة هل لدينا منطقة أخرى لاحظوا هنا سعد السعر بقوة في هذه المنطقة إذن نأتي كذلك منطقة منطقة طلب هنا منطقة طلب وجاء إليها السعر وسعت وهو الآن آتين إليها السعر قد يرتد من هذه المنطقة قد يرتد من هذه المنطقة إذا أعطنا لموذجا من نماذج الشموع اليابانية قد يرتد إذن نحن قمنا برسم منطقة قوية هنا لأن هذا بالأفريم اليومي لنرى عليها متزامنة مع أي شيء الأفريم اليومي هناك شمعة لاحظوا هناك gap في هذه المنطقة سيتم إغلاقه على الأقل 50% سيتم إغلاقه على الأقل 50% إذن سيأتي السعر لهذه المنطقة وسيتموا إغلاقها تلاحظوا تزامنت مع هذه الشمعة هي كذلك شمعة مؤسستية يعني قد يأتي السعر إلى هنا من هنا قد نبدأ بالبحث عن الشراء في Facebook من هنا من هذه المنطقة إذا جاء السعر إلى هذه المنطقة قد نبحث عن الشراء لأن هنا أعرف أن هناك شمعة مؤسستية يعني أن هناك مؤسسة تتمركز في هذه المنطقة وستقوم بالشراء ستقوم بالشراء وإذا اشتريت من هذه المنطقة أين سأخرج من الصفقة سأخرج في شمعة مؤسستية معاكسة يعني منطقة عرض أين هي منطقة العرض الأولى أين هي منطقة التي كان فيها السعر نزل بقوة لاحظوا هذه المنطقة فهو السعر نزل الآن بقوة إذن هذه المنطقة هي منطقة مهمة يعني إذا جاء السعر الآن مثلا إلى هذه المنطقة إلى هنا ودخل إلى هذه المنطقة وقمت بالشراء وسيكون موقف القصر صغير جدا إذا رجع السعر سيكون هذا في هذه المنطقة هنا وهذه المنطقة تقول لي أن هناك مؤسسة تتمركز في هذه المنطقة لماذا؟ لأنه لدي منطقة عرض في هذه المنطقة لأن المؤسسة لا تستطيع أن تبيع كل ما لديها في مرة واحدة لا تستطيع أن تبيع مرة واحدة لاحظوا هنا كذلك هاتي شمعة مهمة هذه منطقة عرض والدليل هو أنه عندما جاء السعر إليها بوم ارتد عندما جاء السعر إليها لاحظوا ارتد وكذلك هاتي الشمعة كذلك هي شمعة تقول بأنها شمعة مؤسستية بثلاثة كذلك منطقة مهمة وما الذي وقع جاء إليها السعر وارتد جاء إليها السعر هنا وارتد إذن هنا بالنسبة لي سأستعمل دائما آخر مناطق العرض والطلب في فريم اليومي هي المهمة بالنسبة لي هي المهمة بالنسبة لي مناطق العرض والطلب في فريم اليومي يعني هذه المناطق التي في فريم الأسبوعي ليست مهمة يعني لا أتداولوا سوينغ تريدين يعني من أرد سوينغ تريدين نعم ولكن نتداولوا يعني التداول اليومي بالتالي هذه المناطق هي مناطق أنا أحب أن أرى أولا مناطق فرم اليومي يتم ملمسها ونبدأ بالبحث عن صفقة شراء لنرى مثلا أخيرا مثلا لا أدري تيسلا أو أي شيء لنرى أمازون مثلا نختار شركة أمازون فريم المونتلي مثلا فريم الشعري أو نذهب مباشرة إلى فريم اليومي مباشرة لنبحث عن يعني شموة مؤسستية قريبة لاحظوا هنا هاتي شمعة مؤسستية يعني هاتي منطقة مهمة هاتي منطقة ماذا بمعنى توجد أسفل أسفل السعر إذن هي منطقة ديمان طلب نعم منطقة طلب إذن إذا وصل السراء للمنطقة فهذه منطقة مهمة لدخول في صفقة شراء هل هناك أي شيء آخر لاحظوا مثلا هذه المنطقة كانت منطقة ماذا كانت منطقة عرض هذه المنطقة كانت منطقة عرض هاتي الشمعة تلاحظون شراء قبل البيع منطقة عرض لأن بعدها نزل السعر بيقول لاحظوا جاء السراء إليها ولم يتجوزها تلاحظون دائما لا يتجوز السراء يعني ستكونوا فوقها مباشرة ماذا قلنا هذا هو الخط هذا هو الديستل لين هذا العلوي وهذا الخط قلنا أن الديستل لين في منطقة العرض لا نقوم بتحريك يبقى واقفة لأننا هذا هو ستو بلوس هذا هو وقف الخسارة فوقها مباشرة ببيبسين أو تريد ببيبسات هذا هو وقف الخسارة أوكي وهذا نستطيع تحريكه إذا عرضنا لا مشكلة تلاحظون كذلك هنا هاتي كذلك أين 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 هاتي المنطقة هي منطقة مهمة بعدها نزل السعر بقوة إذن إذا عاد إلي السعر نستطيع ماذا نستطيع البيع من هذه المنطقة إذا عاد السعر أمازون إذا عادت إلى هذه المنطقة هكذا نستطيع البحث عن البيع إلى أين ما أين هي آخر آخر شمعة آخر منطقة 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 طلب التي سعد من السعر هاتي المنطقة تلاحظون أتي منطقة تطلب وعندما يأتي إلى السعر يرتد يأتي إلى السعر يرتد إذا سعد السعر من هنا نبيع إلى هذه المنطقة أما إذا جاء إلى هذه المنطقة وارتد عندما نبيع سنبيع وربما سنستهديف مثلا هذه المنطقة أين هي هذه المنطقة الأسفل هنا تلاحظون إذن هكذا نقوم بتداول مناطق العرض والطلب أعطيتكم أمثلة عني العرض وأعطيتكم أمثلة عني طلب دائما نبحث عن حركات انفجارية تلاحظون هذه الحركة القوية ولاحظوا قبلها دائما نجد شمعة مؤسساتية تلك الشمعة المؤسساتية نقوم بوضع خطين واحد فوق ذيلها والتاني أسفل ذيلها وهذه ستكون إذا كان السعر سعيدا ستكون منطقة طلب وإذا كان السعر هابطا ستكون منطقة عرض وهذه المناطق مهمة جدا ولكن ليس فقط هنا لا أقول لكم أنه فقط عندما يأتي السعر لهذه المنطقة تشتري لا يجب أن تكون لديك استراتيجية للتدول على المنطقة يجب أن تكون لديك استراتيجية للتدول على المنطقة يجب أن تكون لديك استراتيجية للتدول على المنطقة أوكي لا نتداول فقط بطريقة اعتباطية يجب أن تكون لدينا استراتيجية هذه المناطق نحددها فقط إذا كنا في صفقة نخرج منها نكون حذري للخروج وإذا أردنا الدخول في صفقة واقتربنا من هذه المنطقة لا ندخل لأننا يجب أن نكون حذرين ونقول لا يجب الانتظار حتى نرى تأكيدا باستعمال هذه الطريقة إذن أتمنى أن هذه الأسرار التي أعطيتكم لرسم مناطق العرضي واترب بطريقة بسيطة سهلة فقط تدربوا عليها إذا تدربتم عليها ستفهمون قمنا بتجربتيها على سوق الفوريكس قمنا بتجربتيها كذلك على سوق الأسهم يعني سهلة بسيطة لا تحتاجوا لتعقيد تستطيعون مثلا البدء فقط بفريم اليومي لا تقوموا برسم مناطق في فريم الماونتلي والويكلي رسموا فقط مناطق في فريم اليومي كما فعلتوا في الأمازون في مثل الأمازون وعندما يصل السعر التي كانت منطقة تستطيعون البحث عن الشراء عندما تكون لديكم مثلا ربما انقالفين باترن أو اختبار لثلاث مرات تلك استراتيجية موفينافرش خمسين أو يعني يجب أن تكون لديكم استراتيجية تضيفونها على هذه مناطق العرض والطلب أتمنى أنكم استفدتم إن كان الحال كذلك قوموا بالاشتراك في القناة فالاشتراك مجاني قوموا كذلك بالضغط على زر الإعجاب بقوة أصدقائي حتى يصل الفيديو إلى أغلب المتداولين المبتديين الذين يحتاجون للمساعدة فنحن هنا لأجلهم وكذلك دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو للمواضيع التي تريدون أن نقشها مستقبلا فأنا هنا لنقش كل أمور التي تهمكم كان معكم ويسا من قناة العلم العرف الكذيب أراكم في درس جديد وفي فيديو جديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر